اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم اني لليوم حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا لان موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن ظاهرة بتواجهنا بشكل يومي هي ظاهرة سلبية اه ولكن بتحصل معانا بشكل يومي وفي اماكن كتير مثل على ده بتحصل معانا في الشارع او في الشغل او في المدرسة او في الجامعة او حتى على السوشيال ميديا حلقة النهاردة هتكون عن التنمر ولكن في البداية اسمحوا لي ارحب زميلي اهلا بيك اهلا بيك يوسف اهلا بيك يوسف ونرجع لموضوع حلقتنا حلقة النهاردة هتكون عن التنمر وفي البداية التنمر ظاهرة سلبية وعلى قد ما هي ظاهرة سلبية ولكن اي ظاهرة عايزين ندرسها في المجتمع سواء سلبية او ايجابية لازم ان احنا ندرس ناشئتها وتاريخها وتطورها ما بين الناشئة والتاريخ في البداية مع التنمر التنمر ظاهرة سلبية انتشرت في الفترة الأخيرة ولكن هي كانت موجودة من الزمان بمسميات وبأشكال وبطرق مختلفة مثال على ده الأبرطايد اللي هي التفريقة العنصرية زي اللي كانت بتحصل في دول زي جنوب أفريقيا أو الولايات المتحدة الأمريكية واللي لسه بتحصل لحد النهاردة وأكبر مثال على ده أنه كان فيه صورات ومظاهرات من فترة قريبة جدا بتطالب بحقوق الأقلية هناك ولكن التنمر ما كانش محط عن ظهر العلماء إلى من فترة قريبة جدا فأول دراسة استكشافية عملت عن التنمر بالمسمى الحالي كانت سنة 1983 يعني من حوالي حاجة وثلاثين سنة الزهرة دي كانت في مدارس في النرويج وتعملت وكانت بتوضح أن انتشار التنمر في المدارس دي في النسبة للطلاب كان فيه 2500 طالب بتعرضوا للتنمر أو هما اللي بتنمروا على زميله ولكن ما كانش هنا فيه مشكلة لأن التنمر كان بمنتهى البساطة بيحصل بصور وأشكال تقليدية زي تنمر اللفظي تنمر جسدي تنمر بدني مفعالي وغيره ولكن مع التطور السريع للتكنولوجيا وظهور الإنترنت والسوشال ميديا أدى لظهور نوع جديد من أنواع التنمر وهو التنمر الإلكتروني وده حصل بسبب الاستخدام الخاطئ للإنترنت وحطي المية خطة تحت الاستخدام الخاطئ ودلوقتي فيه سؤال مهم إيه هو معنى التنمر؟ وهيجاوب على سؤال ده مرون زميله وزيما ما نسف أضح لحضراتكم إيه هي نشرة التنمر؟ أنا أحب أضح لحضراتكم إيه هو تعريف التنمر التنمر هو نوع من الأزاق أو مضايقة تجاه فرض أو مجموعة أفراد تكون أضعف سواء بدنين أو نفسيا والتنمر من الظاهرة جديدة التنمر يتقدر حصله من زمان ومازاله بتحصل وقت دلوقتي والتنمر ممكن نقول عنه أنه هو ظاهرة بتحصل في فترة طويلة ويوجد منه أشكال كتير زي التنمر اللفظي والجسدي وأحسين بالإنفعالات والإيماءات والتنمر عدافاً بيكون بشكل مختلف أو ممكن نقول على المتنمر أكرين الموزاك وأيضاً عرفها الباحث النرويجي من دان لويس التنمر وأنه تعرض فرض بشكل متكرر وعلى مدار الوقت إلى فعالة سلبية من جانب واحد أو أكثر وكمان مروانع يوضح لنا أماكن موجودة وأنتشار التنمر التنمر منتشر في أماكن كتير وموجود في أماكن كتير زي المدرسة وأماكن الشغل وأماكن السكنية التنمر في المدرسة بيجي على شكلين أول شكل بيكون التنمر بين الطلاب وبعضهم البعض أنه مثلاً طالب يتنمر على طالب لفظيا ويسيقي لفظيا أو أن طالب يتطور على طالب يدويên ويسيقي له أو الشكل الثاني بيكون بين المدرسين إن المدرس يسيق إلى مدرس زميله إنه يقول للطالب إن المدرس ده لا يشرح ما بيشرحش منك بطريقة كاملة ما بيشرحهش بطريقة متكلفة فده بيسيق إلى المدرس وده شيء غير محبب بالمرة لأن الطالب بيعتبر المدرس قد ولي فلما مدرس يسيق إلى مدرس زميله وتنمر عليه الطالب بيعتبر إن التنمر شيء عادي جداً ويتنمر على زميله بمنطقة البساطة وتاني مكان هو مكان العمل إنه ممكن يكون بين الزملاء بعضهم البعض في العمل أو بين مديره والعامل عنده الزملاء بعضهم البعض إن زميلة تنمر على زميله على حيث مظهره والشكله ولبسه أو إن المدير يتنمر على العمل إنه يتنمر على أسلوبه وطريقته ممكن يصل إلى أمر السباب اللفظي وإنه التلاتة يتطور عليه لفظياً وده بيكون ليه دفع واحد وهو إنه يفرض سلطاته الراقي عليه ودلوقت سؤال المهم هل في نسب معينة لانتشار التنمر في أماكن مختلفة؟ وده اللي يوضحونه يوسف دلوقتي علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف إن التنمر حجمه بيختلف من دولة التانية أو من مكان للتاني وكمان سرعة انتشاره في دراسة دولية عملت بتقول إن سرعة انتشار التنمر في المدارس بتتروح من 10 إلى 15% وإن النسبة دي بتقل تدريجياً لحد ما بيوصلوا لمرحلة الجامعة ولكن بتقل بصورة قليلة جداً وده بيعني إن التنمر بيستمر في مرحلة الجامعة ودلوقتي ده ينقلنا لسؤال مهم جداً هو ليه منظم الدراسات والأبحاث بتعامل على طلاب المدارس؟ عشان نجاوب على السؤال ده باختصار هنلاقي إن طلاب المدارس دي فئة الفئة السنية دي تعمتاً ما بيكونش لسه شخصيتهم ونفسيتهم اكتملت بصورة واضحة فبيقدر بأي كلمة سواء إيجابية أو سلبية إن انت تتأثر فيه يعني مثلاً لو قلت له كلمة إيجابية تقدر إن انت تتخليه يكتسب ثقة في نفسه وتتفعل قدام وإن هو يطور في المجتمع إنما بقى لو قلت له كلمة سلبية أو تنمرت عليه بأي شكل من الأشكال هتتفعل إن هو يفكر في الانتحار أو يحاول ينفذ ده وشوفنا كتير قوي من الأشكال والثورة للانتحار دي وحاجة كتير حصل لكده ودلوقتي هنخش على أشكال التنمر وهيبدأ مع أشكال التنمر مع زميلة محمد هيوضح لنا أشكال التنمر وعندنا أشكال التنمر كتير جداً ومنتشر بشكل كبير جداً بداية من التنمر الجسدي وصولاً للتنمر على الإنترنت والتنمر الجسدي هو سلوك شديد السوق بتلاحظوا في الأماكن اللي بيكتر فيها التفاعل بين الناس مثلاً زي المدارس والجماعات وأماكن تانية كتير وده بيكون أسبابه الغيرة محاولة التعليم الغير الظهور على حساب الطرف الأضعف وعندنا طبعاً أشكال التنمر الجسدي مثل شخص يضرب شخص أو شخص يركله أو ادفعه وديه بسبب أسهار سيئة على الشخص المتنمر عليك وعندنا أنواع برضو التنمر التنمر اللفظي والتنمر العرقي وده اللي يوضح لنا هنا مناوا وثالي شكل من أشكال التنمر معنا النهاردة هو التنمر اللفظي التنمر اللفظي بيكون عبارة عن الإساءة اللفظية اللي بتواجه الشخص أو مجموعة أشخاص أقرباء لنا أو من الأهل أو من الأصدقاء والتنمر اللفظي ده ممكن يشير إلى حاجة حساسة بالنسبة للفرض إن الفرض ما يقدرش يرد عليها لأنها بيكون مرتبطة بذكريات سيئة بالنسبة له والتنمر اللفظ ده بيكون ليه تلات أشكال أول شكل يكون إقصال لفظي ده اللي وضحناه من شوية وتاني الشكل بيكون التعليقات السلبية اللي مثلاً لو فرض نزل ليه صورة على الإنترنت أو السوشيال ميديا تعرض تعليقات سلبية ومسيئة ليه تانية كتير وثالث نوع من أنواع التنمر اللفظي أو الشكل بيكون النقد الهدام اللي هو الفرض مثلاً أنا مثلاً عملت الإنجاز في مجال معين فشخص يخش يمكن الإنجاز ده ويقول لي على عيوب كتير ليه بدلاً من يقول لي أنت عملت أداء كويس أو أديت فيه كويس ودلوقتي نخش على الشكل الثالث من أشكال التنمر وهو التنمر الإنفعال أو في بعض الناس بتسميه التنمر العاطفي وهنا بيكون هدف المتنمر أنه هو يخرج الضحية ويعزيله عن الناس اللي حواليه سواء الناس اللي حواليه القريبه أو أهله أو صحابه في المدرسة أو في غيره وهنا ده بيسبب مشكلة للضحية بأنه بيحس أنه هو مرفوض من الناس اللي حواليه أو من المجتمع ككل وبتبقى قصرت فرضه مهم جداً في المجتمع كان ممكن فيما بعد أنه هو يطور في المجتمع أو يساهم في أي حاجة في المستقبل تفيد المجتمع ودلوقتي نخش على الشكل الرابع من أشكال التنمر وهيوضحه لنزميلنا محمد وهو التنمر العاركي والتنمر العاركي هو شخص يتنمر على الشخص اللي نختلف عنه في الشكل واللون وده اللي كان متعرض له أصحاب البشر السمراء في أمريكا وجنوب أفريكيا وده بيستمع بالعنصرية وفيه عنصر آخر وهو التنمر على الإنترنت ولا وضحونا صديقنا يوسف التنمر على الإنترنت زي ما وضحت في البداية هي ظاهرة ظهرت بسبب الاستخدام الخاطئ للإنترنت والسوشيال ميديا عامة ومعظم الناس لو مش كلهم بيتنوم مسكين موبايلاتهم 24 ساعة أداة سهلة وبسيطة ورخيصة أن أنت تقدر تنشر الشائعات وتحرض على حاجات سيئة وأن أنت تتنمر على غيرك سواء بقى التنمر ده من خلال كومنتات أو من خلال رسائل سواء بقى الرسائل دي على البرايفت أو حتى من خلال أن أنت تتصب حد على التليفون أو غيره مش هتفرق الشكل المهم أن التنمر بيحصل دلوقتي في الوقت ده بصورة واضحة وبصورة كبيرة جدا ودلوقتي أحب أضع لعضراتكم إيه هي أسباب التنمر أن المتنمر بيقع بشكل كبير شخص وحيد منعزل ما يبقاش عنده صحاب كتير ويحاول يتنمر على الناس الأضعف منه علشان يكسب أصدقاء على حساب الناس الثانية والأضعف منه ثالث شكل أو ثالث سبب اللي هو أن أزبق مشاكل الأسرية أن الشخص المتنمر بشكل كبير بيكون عنده مشاكل أسرية في البيت أن مثلاً والدي منفصلين عن بعض أن مثلاً يتعرض للضرب من كبال والدي يتعرض للسباب من كبالهم أو الإساء اللفظية وده بيشكل أزماتنا في سيكتر بالنسبة له مزميننا يوسف دعوتي يوضحينا الأشكال التانية من أسباب التنمر التانية أسباب التنمر لو عايزين نكملها فلازم نوضح في البداية أن أسباب التنمر معظمها بيكون نتيجة سوق في التربية فمن عندنا من الأسباب ديت مثلاً الكبت وده اللي بيحصل للطفل نتيجة الإهمال أو نتيجة العنف الأسر اللي بيشوفه في البيت من خناقات ومشاكل أو أن أهله ما بيردوش يدوله فرصة أنه هو يعبر عن نفسه أو يتكلم أو يقوله جيت نظره في أي حاجة من اللي بتحصل وإن ده بيخلي الشخص يفقد سقطه في نفسه ويبدأ أنه هو يتنمر على غيره عشان يحس بالارتياح ويحس أنه هو فعلاً قادر أنه هو يتحكم بشخصيته وأنه هو عنده شخصية واضحة واللي بعد كده الغرور الغرور ده بيخلي الطفل يتعال على غيره من زميله وده بيسبب مشكلتين المشكلة الأولى بتكون للضحية وأنه هو بيحس بالعجز وأنه هو مش قادر يعمل حاجة في الموضوع ده بالأخص لو الموضوع ده هو مش بييده أنه هو يغيره يعني حاجة ربنا كتبها له كده وبيبدأ بقى يرمي اللوم على الناس ملهاش زنبه في الموضوع زي أنه هو يرمي اللوم على أهله والمشكلة الثانية بتكون للمتنمر نفسه أنه هو بيبدأ بعد ما بيتعال على زميله بيبدأ يحس أنه هو أفضل منهم وبيكون رفض فكرة أن أي حد ممكن يتخطأ أو يبقى أحسن منه في أي حاجة حتى لو هيلجأ لأسليب وطرق غير شرائية علشان يوصل لده ويحققه مهم أنه ما فيش حد يبقى أفضل منه ولكن خلينا متفقين على النقطة على قد ما هي بسيطة ولكن في غاية الأهمية مش معنى وجود أسباب للتنمر وجود مبررات ليه ودلوقتي أحب أقضى لحضراتكم إيه هي نتائج التنمر زي ما فيه أسباب للتنمر ببقى فيه نتائج نتائج التنمر على الشخص المتعرض لأو الضحية بتكون أن الشخص يفقد الثقة في النفس ضعف مستوى الدراسي أحياناً فيه نسبة قبل من الأطفال بيرفضوا الزب لمدرسة عشان بيروح يتعرضوا للتنمر هناك فده شيء بيقضي كره الطلاب للتعليم عموماً وفيه إحصائية بتقول أن واحد من كل عشر طلاب بيسيبوا مدرسة بسبب التنمر والتنمر بقى السبب الثالث على مين من أسباب الانتحار وده ليس فضح هنا مثال عن الانتحار دلوقتي وفي أواخر شهر 12 من السنة اللي فاتت والناس كلها بتستعد أن هي تحتفل بقدوم سنة جديدة كان فيه طفل في قرية من الكرة المصرية بيستعد برضه ولكن بيستعد أن هو يتكرم من المدرسة بسبب تفوق وعكس سير الأمور الطفل ده انتحر وكان سايب رسالة قبل ما يموت كاتب فيها أنا فاشل زمالي في المدرسة تنمره عليها وده كان سبب الانتحار وهنا دي رسالة على قد ما القصة مأساوية ولكن رسالة للناس اللي بتقول إن التنمر مش مشكلة أصلا وإن هو مش محتاج البروباجندة اللي بتحصل لي كلها ومش مشكلة عشان نشرع لها قوانين ونبدأ إن نحاول نحلها وإن هي عادي يعني ممكن أي حد يواجه ومش هيواجه مشكلة إن هو يواجه التنمر ده بأي صورة من التصور وقد نص القانون المصري على معقبة مرتكب جريم التنمر الحبس لمدة ست شهور وغرامة لا تقل عن عشرة تلاف جنيه ولا تزيد عن تلاتين ألف جنيه وإن كانوا شخصين المتنمرين يتم معقباتهما بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن عشين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه واستكرر التنمر من الشخص المتنمر يتم تضعيف له العقوبة وأيضا الإسلام دعانا إلى عدم التنمر حيث قال الله عز وجل ولا يسخر كوم من كوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم وقال رسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهذا يدل على تقدير وعظمة الإنسان والسمو به والارتكاب به لأنه أعظم مخلوق على أوله الأرض وأنه خليفة الله في الأرض وجميع الأديان الطورة والإنجيل والقرآن تدعو إلى السمو بالإنسان والارتقاي به وذلوقتي أوضح لحضراتكم تكملة معالجة النمر العزميل وأضحها من شوية اللي هي عن القانون والدين أنا أوضح لحضراتكم باية الأسئلة اللي هي دور المدرسة والمؤسسات الاجتماعية وإيه دور الورائلين في القضاء على تلك المشكلة أول حاجة دور المدرسة والمؤسسات الاجتماعية المدرسة والمؤسسات لازم أنها دور كبير إن المدرسة تعمل فصول للطالبة الصغار السن إنهم مع المدرسين يعلمهم إزاي إنه تنمر شيء غير محبب بالمر وإن الطالب اللي يتعرض لزميله أو يتنمر على زميله في المدرسة يكون فيه عقوبات راضعة من مدير أو من إدارة المدرسة للطالب ده اللي يكون عبرة لباقي الطلاب اللي عايزين يتنمروا على غيره ودور المؤسسات الاجتماعية أهم حاجة مؤسسات الإعلام إن الإعلام يكون ليه الدور المهم في أي قضية في نشرها وتشهيرها زي التنمر بالنسبة كبيرة إن لازم واسال الإعلام تعرض الأسباب بالتنمر والقوانين المنتشر حول التنمر وتعرض برضو إن تعرض أضايا تعرض للتنمر وأشخاص تعرضوا للجزاء من كبر القانون لأنهم تنمروا على غيرهم بشكل كبير تاني حاجة دول الوالدين في التنشيل الاجتماعية إن الوالدين لازم يهتموا بمراعات ابنهم بشكل كبير بأنهم يكونوا متفاعلين معاه إن الأب يتفاعل مع ابنه زي زميله علشان الإبن لما يتعرض للتنمر يحكي لوالده ووالده يساعده نفسياً في تخطي الأزمة دي وبشكل كبير طب هل أنت شايف إن التنمر ممكن يكون من الحلول بتاعته إن إحنا نحاول نتجاهل الموضوع؟ والله التجاهل بيكون حل من الحلول الفعالة للتنمر بس ما بيبقاش حل الأسمة إن الأهم حاجة في التنمر إنك تبلغ السلطات يعني إنت لو طالف المدرسة تعرضت للتنمر اللي لازم تبلغ إدارة المدرسة أو الإدارات المعانية في المدرسة إنك تعرضت للتنمر من حد الفلاني مثلاً أو في مكان الشغل تعرض على المدير إنك تعرضت للتنمر من زميلك أو لو في مكان عام تعرض للسلطات المعانية بالمكان ده إنك تعرضت للتنمر على إيد شخص ما يساعدك في حلو المشكلة عشان نساعد على قضاء على تركة الظاهرة تمام ودلوقتي عايزين نفرق بين حقفين المدايقة والتنمر لأن مش أي حد بيدايقك معناها أنه بيتنمر عليك وده هنا هياخدنا لسؤال مهم جداً إيه هو اللي بيفرق أو بيميز التنمر عن غيره من السلوكيات السلبية هتلاقي إن فيه معيارين بيميزه التنمر أول حاجة التكرار الثاني حاجة التعمد لو بمعيارين دول توفاره يبقى الشخص ده بتنمر عليك ودلوقتي بقى عايزين نساعدنا من القوانين والمعايير والأرقام والإحصائيات والكلام الكبير ده كله ونتكلم بصراحة كل واحد فينا بيتنمر على غيره سواء هو عارفه أو معرفوش وسواء صاحبك أو مش صاحبك بتتنمر حتى لو بتعتبروا ده هزار أي كلمة أنت بتقولها ممكن تكون سلبية وتأثر في صاحبك أو لو أنت متعرفوش حتى بصورة سلبية حاول ما تقولهاش يعني بالبداية كده ابدأ بنفسك وبطل تتنمر على غيره لو أنت بقى اللي بيتمارس ضدك التنمر فهتفدت ليك فيش حاجة تستاهل وقتك ومجهودك غير نفسك فكر إزاي تتورهم وتنميهم وهتخلي الناس اللي بتتنمر عليك أو عايزك تبقى أوحش هيتمنوا في المستقبل أنه هما بس يبقى ليهم مكان في حياتك ورسلت ليك تاني فكر إزاي تنمي نفسك ولو خسرت كل الناس في سبيل أو في هدف أنت تكسب نفسك فأنت كده مخسرتش حاجة وسأل نفسك سؤال هم مش معنى بيتنمروا عليك أنت يعني ليه أنت ممكن تلاقي الإجابة أنت أفضل منهم في حاجة أو فيك حاجة مميزة ممكن تبقى مميزة عليك كده أو تبقى أفضل منهم عشان كده هما مش عايزينك تنجع فما تخليهمش يحققوا اللي هما نفسهم يحققوا ودلوقتي يكون خلص وقت حلقتنا كنت اعتمنى أن الحلقة طول أكتر وأكتر عشان نفضل مع حضراتكم وفي الختام يا ريت ما كنتش طولنا عليكم في الحلقة النهاردة ويا ريت ما كنت قدرنا نوضح لحضراتكم إيه هو التنمر يشمل إيه تعريف التنمر ونشأته وأسباب التنمر وكيفية القضاء على المشكلة دي ولازم على كل أهل الأطفال في البيوت أن أنت تراعي تفلك بشكل كبير تتفاعل معاه تخلي ابنك زي صديقك بالضبط يحكي لك مشاكله عشان تساعده في أنه لو تعرض للتنمر بأي شكل الأشكال يقدر يحلهم مشكلة وغيرت ما كنتش طولنا عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا